اشتركوا في القناة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا الشاعر المقدم على الحداثة رجل الذي كتب قصائد عظيمة وكتب أيضا عن الثابت والمتحول واقتحم أماكن جدلية كثيرة ونقاشات جدلية كثيرة حول تجديد الشعر العربي وتجديد الأدب العربي وتجديد الفكر العربي الحقيقة في المقام الأول أدونيس وظيفنا النهاردة في حوار طويل يليه حوار آخر مع عدد من المخترعين الشباب ضمن محاولات أننا نقدم مجموعة من الشباب أصحاب الأفكار الجديدة لكن اسمحونا في الأول أن نقدم خالص التعازي للشعب الأردني الشقيق في القتل البشع الذي قام به داعش للطيار الأردني طيار الجيش الأردني الكساسبة هذا الشاب الذي سقطت طائرته وكانت تشارك في طلعات جوية ضد مع التحالف الغربي والتحالف الدولي ضد داعش وتم إسقاط طائرته في 24 ديسمبر الماضي في مدينة الرقة شمال سوريا وتم القبض عليه وأسره الكساسبة النهاردة داعش أطلقت فيديو بشع عن حرقه أو إعدامه أو قتله حرقا في صور بشعة لا نستطيع أبدا أن نذيعها يعني إحنا بنحق قصينا الفيديو لأننا نعتذر أننا لا نستطيع أن نذيع على الإطلاق صورا لمجموعة همجية وقتل بشع لرجل عربي مسلم قتله هؤلاء الغوغائيون في هذا القفص الأردن تقول أنه قتل يوم 3 يناير الماضي وكما نذكر جميعا أن كان فيه محاولات حثيثة أو كان فيه مفاوضات طويلة لمحاولة إطلاق صراح رهينة ياباني كان رهينة لدى داعش مقابل ساجدة رشاوي التي نتوقع أن يتم إصدار قرار إعدامها بعد قليل أو بعد ساعات قليلة في الأردن ساجدة رشاوي هي واحدة من الإرهابيين هي وزوجها الحية اللي كانوا قاموا بمجموعة عمليات تفجير في 2005 لعدد من الفنادق في الأردن في 2005 ويعني طبعا قتل أو قضية فيها جزهة زوجها بحزام ناسف وكانت هي بالفعل ترتدي أيضا حزاما ناسفا وحكم عليها بالإعدام وحتى الآن لم ينفذ حكم الإعدام كانت داعش تحاول أن تتفاوض لإطلاق صراح ساجدة رشاوي مقابل الرهينة الأردنية لكن الحكومة الأردنية كانت مصرة على استعادة طيارها المعادل كساسبة ومن الواضح أن كساسبة كان بالفعل قتل في 3 يناير أو في يناير أو قبل هذه المفاوضات ورفضت الحكومة الأردنية إطلاق صراح أو مبادلة رشاوي إلا إذا حصلت على طيارها الأردنية معادل كساسبة لكن من الواضح أن داعش كانت قتلت معادل كساسبة بالفعل وقتلت بعده الرهينة الياباني وها هي تقوم هذه الجماعة التي لا دين لها ولا أي شيء يعني لا دين ولا أخلاء ولا أي حاجة تقوم بقتل معادل كساسبة بطريقة مختلفة ليست النحر كما قامت بكل الطرق الأخرى وكل الرهائن الآخرين ولكن حرقا وهو حي السيد صالح القلاب وزير الإعلام الأردنية السابق مساء الخير يا فن مساء النور يعني خالص العزاء لكل أشقاءنا في الأردن يعني شيء مش قادر أصفه يعني ما فيش كلمات في اللغة العربية تصفه وتصف بشعته يعني شهيدنا غالي وعزيز علينا هو ابن لكل أردن بس أنا أحكي إلى أهلنا في مصر مصر الحبيبة ومصر العزيزة الدماء معادل كساسبة شهيد كما هي دماء الشهداء المصريين اللي سقطوا الرصاص وتفجيرات المجرمين قبل ثلاثة أيام في شمال سيناء المعركة واحدة أيها الإصدقاء أيها الأعزاء أيها الأحباء في مصر المعركة واحدة العدو واحد العدو من يريدون تشويه الدين الإسلامي الدين الإسلامي لا يسمح بتفجير الضباط المصريين اللي شعب مصر هيئهم مشان القضايا القومية واللي جيشهم قاتل في فلسطين لا توجد ولا قرية ولا غيط ولا منطقة مصر لا يوجد فيها شهيد من هذا الجيش اللي يستهدفوا هذا الإرهاب الآن الجيش العربي جيشنا اسمه الرسمي الجيش العربي قدم آلاف الشهداء على أرض فلسطين على أبواب القدس في معركة السموعة الطيارين زملاء مع هذا الكساس بس تشهدوا حقيقة لما يكون عنا شهيد مصر شهيد على أيدي العدو الإسرائيلي وعلى أيدي كل عدو خارجي الواحد لا نقول يسر ولكن لا تصاب فيه الأدم كما يأتي من ناس يدعو الإسلام يحمل رايات سوداء كوجوههم السوداء كقلوبهم السوداء يعني في بالدين الإسلامي سمعنا في هذه الف وخمسمائة سنة سمعنا إنه واحد يقيم الحد بحرق النار على إنسان بريء سقط طيارته بالهال هل هذا يجوز؟ يعني أين 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 القيادات الإسلامية؟ أين القيادات الإسلامية؟ أيضا لا تلزم الإخوان المسلمين العلاقتهم مع داعش هم يعرفوا داعش وينسقوا مع داعش ويقاتلوا مع داعش والآن يسكتون حتى عنا بالأردن لا يدينوا هذه الجرائد حتى عنا بالأردن لا يدينوا هذه الجرائد حقيقة الآن أحنا نقول الألم كبير والألم أيضا على الجبهة المصرية كبير والوجع هائل جدا جدا الآن علينا أن نتحب علينا أن نتحب لنحمي مصر لنحمي الأردن لنحمي الدول العربية كلها هذا غول إرهابي منطلق مؤامرة كبيرة هائلة تريد أن تدمر الوطن العربي وتريد أن تدمر الأمة العربية وتشوه الإسلام ولذلك أقول المعركة واحدة والشهداء هم الدم هو نفس الدم والمصير هو نفس المصير الآن علينا أن نتحد لمواجهة هذه الآفة وهذا حقيقة الوعش الذي يستهدف أطفالنا ويستهدف جنودنا ويستهدف طيارينا ويستهدف أبنائنا في شوارع مصر اليوم لو قدروا يحطوا كل شيء في القاهرة في مطار القاهرة غير هذه القنابل الدخانية اليوم كان حرقوا مطار إرها واستطاعوا لو لا حماية رجال الأمن المصريين الذمان خل السلاح صاحي هذا الشعار يجب أن نرضعه الآن خل السلاح صاحي وعلينا أن نتحد ونقف في وجه هذه الآفة التي تستهدفنا جميعا يعني زرعت داعش في أراضينا زرعت داعش في أراضينا كما زرعت قبلها جماعات كما زرعت القاعدة قبلها لأهداف أخرى والغرب يتحدث عن تحالف والغرب يضرب من بعيد ويتفرج علينا ويطلع بيانات تنديد وبيانات استهجان وما إلى ذلك هل يمكننا نحن أن نقتلع هذا السم أو هذا السرطان بأيدينا أستاذ صالح أم أننا سننتظر غربا لا يأبه إلا بتفتيت هذه الأمة وتقطيعها إربا يعني اسبعيلي بالأول يعني أؤكد على صدق ما تقولين إنه قبل أيام بالخارجية الأمريكية ودم الجنود المصريين السيل بالشوارع وفي في سينا يطلع الأخوان المسلمين يرفعوا إشارة رابعة وهم لا يعرفوا عن رابعة شيئا لا يعرفوا من هي رابعة يفكروا رابعة بالمسجد المصب القاهرة رابعة مدفونة جبل الطور في القدس وهي من البصرة ولا يعرفوا هذه المعلومات حتى هذا موضوع يعني هذا موضوع الموضوع الثاني يعني إحنا بالنسبة لنا المشكلة المشكلة إنه هذا اللغم وضعوا جوانا وضعوا هذا اللغم داخلنا هذا اللغم ولكن علينا أن نتوحد علينا أن نرفع شعار خلي السلاح صحي خلاص انتهى الموضوع ما عاد فينا أنه ننتظر لما يجي هذه الذئاب المسعورة تدخل على بيوتنا تأكل أطفالنا تدمر أرزاقنا على كل العرب المصريين والأردنيين والسعوديين الآن أن نتحد لنواجه هؤلاء المجربون والقتلة أشكرك سيد صالح القلب خالص التعازي لك ولنا في معادرك الساسب أشكرك شكرا جزيلا سيد طارق المومي نقيب الصحافيين الأردنيين مساء الخير ويعني فقيدكم فقيدنا سيدتي أكيد أكيد يعني إحنا بنفس الوقت من عزيكم بالتشاهد من جهود المصريين في سناء أيضا يعني كيف هو الحال في الأردن التي لابد أن يلفها الحزن على هذا القتل مش بس على استشهاد معاد الكساسبة أي جندي معرض للقتل معرض للاستشهاد في المعركة ولكن الخصة والدناء والطريقة البشعة التي قتل بها هي دي اللي بتوجع القلب من مسلمين هي لا شك أنه يعني ما حصل اليوم أو ما بصل هذا التنظيم الإرهابي المتطرف عقوب الحياة وعدو الفرح وعدو الإنسانية الذي نشأ على القتل ويعيش على القتل يشتهي إراقة الدماء ويفرح عندما يتم إراقة الدماء هذا التنظيم المتوحش يعني ما بصل اليوم من طريقة بشعة لإنهاء حياة الشعيد الطيار البطل معاد الكساسبة ترك غصة كبيرة جدا في نفوس الأردنين وفي نفوس كل العرب والمسلمين الشرفاء الذين يرصدون مثل هذه الممارسات البشعة لهذه التيارات التكثيرية الضلامية هذا ما فيش الضلامة التي تهدف فيما تهدف هو إنهاء الإنسانية وأن يسود فكرهم الضلامي التكثيري ونشك إنه الأردن يعيش حالة حزن شديدة جدا إذا ما حصل لأنه منذ أن تم أثر الطيار الكساسبة الأردن في حالة ترقب شديد شديدة هذه الضيوة بذل كل الجهود حتى يتم تقيسه قوة الشر والضلام لكن هذه العصابة المجرمة أبت إلا أن تضع نهاية مساوية لحياته نهاية تصدها كل ديان وشرائل السماوية وتنفت فيها هذا الحكم بهذه الطريقة سيد طارق منذ قليل واضح أن جلالة الملك عبد الله قطع زيارة له كانت في واشنطن وهو عائد إلى الأردن أيضا الجيش الأردني أصدر بيانا والحكومة الأردنية أصدرت بيانا أن الرد على مقتل الكساسبة سيكون قاسيا وسريعا وهناك أنباء أن بالفعل سيتم تنفيذ حكم الإعدام اللي كان بالفعل صدر على ساجدة هذه الإرهابية ورفاقها كان حكم الإعدام من عشر سنوات نعم هي صدر فيها حكم الإعدام من عشر سنوات في معلومات ربما سيتم تنفيذ حكم الإعدام فجر غدا أنت ستة من هؤلاء من ينتص فيها بالتنظيمات الذي صدرت بحقهم أحكام بالإعدام سابقة وسبق أنه أثناء ما أعلم هذا التنظيم الإرهابي ضرورة بادلة الصعفي الياباني بساجدة ريشاوي مقابل للاحتفاف الحياة معاذي الكساسبة كان هناك موقف واضح رافض من الأردن بضرورة عطاء دليل على أن معاذي الكساسبة على قيد الحياة لكن هذا التنظيم رفض أن يغطي مثل هذا الجليل لأنه كان نفذ في الطيار الكساسبة الحكم أو تم تصفيته منذ بحسب ما تحدثت الحكومة الأردنية والجيش الأردنية منذ ثلاثة واحد الماضي كان هناك موقف واضح في هذا الاتجاه بأنه أيضا لدينا من أشخاص محكمين وإذا ما قال الكساس بأي أدى فإن الحكومة الأردنية تنفذ أحكام الإعدام بحقها ولا الأشخاص وهي أحكام قضائية قطعية وكما تعلني أن الأردن عاد مجددا حقوبة تنفيذ الإعدام ونفذ حكم الإعدام بعدد من الأشخاص قبل محو شهر تقريبا وهناك في عدد آخر بينهم مجموعة من منتسبين التنظيمات السنفية المتطرفة ومنهم من نعيدي القاعد وداعش والمعلومات التي لدينا الآن أنه صدر ربما فجر غد سيد التنفيذ وكل إعدام يفت من هؤلاء الأشخاص بشكرك سيد طار المومي ونقيب الصحفيين الأردنيين منذ قليل صدر بيان من رئاسة الجمهورية حيث أدانا سيد الرئيس فتح السيسي مقتل أطير الأردني على تنظيم داعش وأكد سيادته مساندة مصر ووقوفي إلى جانب مملكة الأردنية الهاشمية في هذا الظرف الدقيق وفي مواجهة تنظيم همجي جبان يخالف كافة الشرائع السماوية وأكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل محاربة الإرهاب بكافة صوره فضلا عن مواجهة الفكر المتطرف الذي يقف وراءه ولسيما الجماعات الإرهابية التي ترفع شعار الدين الإسلام هل مجتمع الدولي هينتفض من أجل الكساس بها؟ هيطلع بيانات أوباما هيطلع بيانات زي ما طلعوا بيانات في الجنود المصريين زي ما كل العالم بيطلع بيانات هل هينتفضوا كما انتفضوا لضحايا شارل بدو؟ لا المواطن العربي لا يساوي لدى الغرب كما يساوي المواطن الأجنبي خلونا واضحين هذا هذا سيستم واضح ودى عقيدة واضحة هل هينتفضوا من أجل الكساس بها هيزعلوا شوي وبيان وزعل وما إلى ذلك هل إحنا هننتظر المجتمع الدولي ليتحالف ضد الإرهاب؟ لا لا يجب أن ننتظر المجتمع الدولي ليتحالف ضد الإرهاب لأن المجتمع الدولي لا يقبه بالإرهاب يقطع أوصال المجتمع العربي المجتمع الدولي لا يقبه بالإرهاب يأكل وينخر كسوس في الشعوب العربية مش مهم هو بيقول لها منكو ليكو هو دا مش دينكو منكو ليكو هو زرع هذا التطرف هو خلق هذا التطرف بأن قال لك منكو ليكو دا كله لصالح المجتمع الدولي ولصالح المجتمع الغربي صحيح؟ بيرجع لهم بعد شوية هذا الإرهاب في أشكال عدة في شكل المقاتلين الأجانب في شكل تفجيرات في أشكال مختلفة لكن طول ما هو بعيد كده هو ما عنده مش مشكلة ضحية واحدة تروح ياباني أمريكاني مش عارف أي مندقيق شوية وخلص لكن هذا دورنا إحنا دا دور مفكرين دا دور رجال الدين وبقول تاني رجال الدين القابعون في أماكنهم وخلف مأذنهم وداخل مساجدهم متخيلين من هم مقعدين بعيداً عن هذا التطرف لا هذا التطرف سيأتي إلى بيوتكم وسيأخذ أولادكم وسيقتل نساءكم إن لم توجهوا رسالتي إلى رجال الدين إلى الأزهر مرة أخرى القضية مش طلب من الرئيس السيسي بثورة دينية القضية إذا لم تصل هذه الثورة إلى عقل الإمام الأكبر إلى قناعة الإمام الأكبر إلى قناعة كل الدعاء من دعاية الدين الإسلامي لحقيقين المعتدلين فنحن ذاهبونا لا محالة لا محالة مش بس في الأردن وفي مصر وفي سينة وفي كل هذا التطرف اللي بيأخذ ولدنا كتير من الشباب الموجودين بيذهبوا إلى داعش ليه؟ لأن لا يوجد رجل دين يقف ويوعي ويعلم ومدرس يعلم ويفقه ويفاهم أنه ليس هو ده الدين الحقيقي وأن اللي بيعملوه ده ده ليس له بالدين من شيء لو رجال الدين لو رجال الأظهر لم يستيقظوا فنحن ذاهبونا إلى الجحيم لا محالة وداعش دي هنلاقيها في بيتنا اللي جنبينا الأظهر أولا والدعاء أولا لو أنت فاكر أن أنت قاعد مستريح فده مش هيحصل هيجولك في بيتك هذا وقت الوحدة بالفعل بين مصر والأردن والسعودية والإمارات وكل الدول الرافضة للإرهاب خلي الصلاح صاحي زي ما قال صالح القلاب نرجع لقضيانا المحلية سريعا وقبل أن نستقبل الشعر الكبير أدونيس لأكيد له وجهة نظر في قضايا العنف وهذا الإرهاب باسم الدين بالأمس كنا تكلمنا على خطوط التليفونات والرسائل التحريضية الموجودة على رسائل التليفونات وقلنا أين جهاز تنظيم الاتصالات معي على هاتف المهانس الشام اللي علي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مساء الخير يا باشمونس مساء الخير يا باشمونس أهلا ميكي تفضل أهلا تفضل كنا بنتكلم بالأمس على قضية الخطوط الخطوط مجهولة المصدر اللي لسه موجودة باشمونس الشام واللي بترسل خطابات تهديد ورسائل تهديد على عدد من الموبايلات تفضل أنا أولا أريد أن أوضح كذا إحنا كنا نحطينا منظومة جديدة من جوليو لبن والمنظومة دي بتخلي بتلزم الشركة والموزع إنه بيبيع الخط واحد وعلى البطاقة وما يتنى هذه المنظومة بحيث نطمن دقة المعلومات اللي بيشتري الخط الجديد وفي نفس الوقت عشان نطمن دقة معلومات قاعدة البيانات قررنا إن إحنا نحدث كل قاعدة البيانات اللي هي 100 مليون سوري وتم تحديث تقريبا 44% من هذه القاعدة وجاء العمل على ترى وفي انتهاء من تحديث البيانات لا والحاجة في حضراتك توري مجهولة البيانات أنا أشوف لأن إحنا وقفنا بكتر من 7 مليون خط يعني حالك بتقولي إن مفيش خطوط مجهولة المصدر؟ مفيش يا فاندي من النهاردة مفيش خط ماليوش بيانات طب أنا عايز أقول لحضراتك إن إحنا بنحاول نوصل لبيانات هذه الخطوط لا بيانات لهذه الخطوط لا دي واحدة الخطوط اللي النهاردة شغالة اللي كلها فيها بيانات في مشكلة أخرى إن ممكن تكون البيانات غير مكتملة أو غير صحيحة وده عشان كده بعدما نحن نحدث 100 مليون طب ما يعنيش باش منفسي شام يعني ربما على المستوى النظري هذا حقيقي لكن أنا بقولك إن في بيعين كتير ومحلات كتير في الشارع بتبيع هذه الخطوط ولا بتسأل على ابطاءة ولا بتسأل على أي حاجة أنا بقول لحضرتك وياريت برضو وسائل الإعلام ساعدنا إحنا بنعمل حمل التفكيش إحنا ما بنعملش كلام نظري ولا حاجة إحنا كلامنا عملي وبناء على أرقام أنا عمليا بقول لحضرتك إن في فعلا خطوط إحنا بنعمل تفكيش شهري على شريكات كلها ودي أرقام مش نظرية دي أرقام طيب بنجد إن في حدوة عشر أو عشر من موزعين جرمل هذي بناخد معهم على طول الإجراءات القانونية بناخد كل الإجراءات القانونية أولا الشركة بتشتبهم من قائمة الموزعين وبناخد الإجراءات القانونية وبنخولهم للنيابة لأستخدام طيب لماذا لا تعاقب الشركات نفسها بصراحة بقى لأنه يعني الشركة مسؤولة عن موزعينها وأعتقد إن العقاب لو دي على الشركة يكون أحسن فضل فاندم أنت وسائل الإعلامة نوصق الموطة المعلومة الشركات هتعرف من النهاردة إن البطاقة دي هي صاحب البرقام ده إحنا حصينا منظومة ومتكاملة مع الأحوال المدنية يعني إحنا بدنا نحقق وندقق المعلومات بعد ما تتباع شو نعرف تعنا هل الإسم ده مع البطاقة دي ولا لا مع الأحوال المدنية اللي بيحصل يا فاندم إن فيه ناس للأسف لألباب معينة بتستغل إنها بتبيع البطاقة بتبيع البطاقة وكده فاريت برضو وعي وعي كل الناس أي حبل بيشوف أي موزع بيكده ما يبلغ عنه يبلغ نحن وإحنا هناخذ الزقاط ليه ما نتكتبش كلنا إن إحنا هتقل تمام بس أنا بقول لحركة إن لسه في بطاقات مجهولة المصدر ولسه سهل جدا إنك تروح أي كشك كده تشتري أنا بقول لحضرتك النسبة دي لا تتعدى عن 10-15 موجودة أيوة موجودة هدي اللي بتستخدم في التفجيرات فيه أكتر من 30 ألف موظفة يعني حط الموظفة على كل موظفة يعني الوقت أنا بس يعني عايزين إحنا حطينا نظام لازم الناس بقى فيها عندها وعي لازم كلنا نساعد ينرفع الوعي من الناس طيب أنا عندي شابة هو دلوقتي راح كان في مدان رامسيس وسأل قالوله أيوة من غير بطاقة عادي جدا يبلغ على الفرص عادي جدا يبلغ على الموظفة وإحنا هنفضل إطلاق يعني إيه المشكلة إيه المشكلة للناس يا فندم المفروض الشركة ما تشغلش الخط إلا لما يكون البيانات كاملة عندها يا فندم البيانات كاملة بس غير صحيحة إيه أرجوكي هم تصلي المعلومة صحيحة البطاقة اللي خط بيزع في بيانات ولكن البيانات غير تريمة بتكون بيانات بطاقة آآ شخص آخر لا لا حريك بتتكلم على حاجة فيها تلاعو لك أنا بكلمك على حد بيشتري خط من غير حتى بطاقة لا يمكن لا يمكن بتكون إحنا هنعمل التجربة ونثبت لحضرتك أنا أصلا أنا عارفة أنا عادي بنروح نشتري خطوط حضرتك عارفة ماشي بس أنا برضو عارف بقول لحضرتك لا يمكن المنظومة يوحطنا لا يمكن اللي حضرتك تكون موجود بقى بكارث مفاعل الريدي للأسف ببياناتي وبيانات مش سليمة ودي المشكلة وعشان كده إحنا بنحدث كل البيانات وعشان كده إحنا بنقول حضرتك لو موزع بيعمل هذا الإجراء ياريت المواطنين تبانيك لازل كلنا نتكافر يعني أنا بصغ في كلام حضرتك لكن أنا بقول لحضرتك أيضا الأن أنا عندي ناس كتيرة جدا بتنزل تشتري عادي الفطور بلا بطاقة يا فندم لأنها مفاعلة بطاقة اللي قبل كده دقا بينزلوا اشتروا خطة عادي كده لا إلها ولا إلا أنا بقول لحضرتك احنا نعمل التدربة ومثبتها الحضرتك بتكون في ناس فندم يعني الموزعة تكون فعالها ببيانات صحيحة بس مش البيانات الصحيحة بتاع المشتري الآن اه يعني هو فعلها ببيانات عنده وباعها عادي طب ما في النهاية ما هي نفس النتيجة ده عشان كده بقول لحضرتك في النسبة دي احنا المعارضة بنعمل تحديث بكل طواعات البيانات الكلام عالميك بذيوها قاطع ما نقدرش نعمل نتحديثها في يوم اه ولا لا ولكن احنا بنقول بالاجابة اللي احنا بنعمله ياريت اي مواطن في دائل موضوع ده يشتكوا فيه هوت لاين ليكم؟ رقم مية خمسة وخمسين مية خمسة وخمسين؟ مية خمسة وخمسين لو لقيت حد بيبيع خط بدون بطاقة بلغ في مية خمسة وخمسين لان هذه الخطوط كتير جدا منها بيستخدم في التفجيرات كتير منها جدا بيستخدم في الرسائل التحريضية لكن فكرة ان هو بيحط بيانات غلط دي بقى انا ما اقدرش احكمها بصراحة لكن انتوا تقدروا اعتقد برضو مزيد من التضييق على الشركات ومزيد من التضييق على الموزعين ده مهم جدا في هذا اقول لخضراتك احنا حاملين كمان لائحة تضييق واذي فيه حيبقى في جرامة على الموزع وعلى الشركة للموزعين اللي بيستخدمين بشكرك كمان سيشامل عليلي رئيس جهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل ما نخرج فاصل الحقيقة انه منذ ايام تم افتتاح جراج التحرير وهذا الجراج طبعا الحقيقة انه كتير من اهل التحرير كانوا منتظرينه ليه يعني فك ازمة المنطقة والركن في المنطقة لكن للأسف انه اسعاره مرتفع جدا خلونا نشوف هذا التقرير بسرعة موسيقى بعد انتظار طالة لسنوات عديدة افتتحت الحكومة اليوم جراج ميدان التحرير الجديد موسيقى يتكون جراج ميدان التحرير من اربع طوبك ثلاثة منها للسيارات الخاصة وطابق واحد لأوتوبيسات النقل بتصل ساعة انتظاره لألف وسبعمائة سيارة بمتغسط سعر خمس جنيهات للساعة الواحدة موسيقى احنا دلوقتي بقينا في احد طوابق جراج التحرير الجديد تعالوا معي اقرب لكم الصورة شوية واشرح لكم امكانية الجراج عن اربع لو جينا بدأنا معاكم بأشكف طوابق الجراج فزي ما انتم شايفين كده مزاودة بأنظمة اطفاء تعمل بشكل طفاء عند وجود حرائق كمان مزاود بأنظمة الستائر الهوائية واللي وظفتها بسيطرة على الحرائق عند حدوثها وتحجيم اماكنها فضلا عن وجود طفايات وخراطين مياه للحرائق ايضا تم تركيب اجهزة انزار متركم تلفونات للطوارئ كاميرات مرأبة منتشرة بشكل كامل في جميع انحاءه موسيقى اما عن جانب الخدم للمواطنين فهناك دورات مياه سلال مخصة تستخدم عند حدوث طوارئ اضافة للمصاعد كهربائية تستخدم لصعود ونزول المواطنين موسيقى كمان تم تدعيم الجاراج بأسطول ميلي باس يتكون من واحد وعشرين سيارة مكيفة لنقل مستخدم الجاراج من وإلى مناطق وسط البلد بداية العمل الفعلي لداراج ميدان التحرير الجديد هتسهم بشكل كبير وفعال في حل ازمة الاختناقات المرورية اللي عانت منها العاصمة لسنوات وسنوات خلد جمال من العاصمة دكتور جلال السعيد محافظ القاهرة مساء الخير يعني طبعا مشهد جميل مشهد الجاراج لكن الناس بتشترك يا سيادة محافظ من الأسعار مساء الخير أهلا بك مساء الخير أهلا بك أنا بس الأول عاود أقدم التعادي للشعب المصري والشعب الأردني على الشباب الدال الورد اللي بيروح في حواد استقفالية باشا علي اللي احنا شفناها شفناها النهاردة تعالية لهم كلهم بنسبة الجاراج التحرير يعني الحمد لله رب العالمين بعد طول الانتظار تم تم افتتاحه طبعا يتم العمل فيه لمدة 16 عام متواصل لكن الحمد لله أحوالي 50% من العمل تم في العام الأخير فقط ودخل الخدمة من شاء الله بشكل عشي باعتبارا من الأمس يعني الموضوع الأسعار اللي بيحكم بيحكم الأسعار هي الفراواني بتاع الشخص اللي بيعدي بوصل باك بشكل يعني مواش منتظم لكن احنا عاملين نظام للاشتراكات يعني يخلي الجاراج ده من أرخص الشركات غالية فندب بيقولولي 550 جنيه في الشهر الاشتراكات دي تتوقف على عدد العربيات يعني أولا احنا عاملين نظامين للاشتراكات واحد للكروت المدفوعة مقدما وديا برضو بجديد بعدد الساعات وبالتالي مثلا الشخص اللي مثلا بيقعد 300 ساعة اللي بيشتري كارتك 300 ساعة بتقف بـ 2 جنيه ونص يعني ما هو محدش بيقعد ساعة واحدة سيادة المحافظة والناس اللي بتشتغل بتقعد مثلا 8-9 ساعات ففي النهاية بينتهي الأمر مثلا بـ 40 جنيه مثلا في اليوم ده برضو كتير على المواطن انا عاود اقولي سيادك اللي هشتري كارت بدفوع مقدما 300 ساعة ساعة الواحدة تقف بـ 2 جنيه ونص بخدبال سيادك وعملين اشتراكات تانية كمان للمؤسسات اللي تحب تشتري اشتراكات شهرية للموظفين بتوحها ودياً اشتراكات بتصل الى بأثر الى حوالي 400 جنيه في الصهر يعني بـ 450 يعني بنتكلم على 15 جنيه في اليوم بنتكلم على جراش مؤمن مجهز موجود في أغلى حتة في مصر والعلم سيادك الجراش ده بيعمل هو وجراش عمر مكرم كوحدة واحدة والاسعار دي الأقل من جراش عمر مكرم اللي كان موجود في الأول الأسعار دي حوالي 2 جنيه أقل من جراش عمر مكرم اه لكن هو فيه نوع تاني والاسعار دانيس اللي هي الكروت المدفوعة مقدما اه دي أرقص سوى والنظام دي النظام ده ساعة بـ 300 ساعة بـ 750 جنيه يعني 200 جنيه ونصف في الساعة والـ 200 ساعة بـ 600 جنيه يعني 3 جنيه في الساعة وهكذا فالشخص يختار النظام اللي ينجبه انا بس عود اقول حاجة ما نتكلم هنا على جراش يتكلم حوالي 650 مليون جنيه يعني المفروض انه محبة القائرة هتدفع في السنة آآ نتيجة بناء هذا الجراش ما يعادل حوالي 95 مليون جنيه في السنة احنا كل الأسعار اللي معمولة دي مع استخدام الجراش بنسبة 80% مثلا بنتكلم احنا على استرجاع حوالي 25 طيب يعني عموما هتشوفهم التجربة اذا كان ده الأسعار دي مثلا العالية او ممكن نعمل حاجات تانية نخفضة للناس لان ناس كتيرة بتشتكي من الاسعار لكن الحقيقة ان احنا سعداء جدا بهذا الجراش اللي ممكن يحل الحقيقة مشكلة عظيمة جدا في وسط البلد سيدك اذكرت ان احنا كمان عاملين مع الجراش كدامات لمقل المواطنين المواطنين داخل منطقة وسط وسط البلد بكيفة جديدة حديثة وإحنا طبعا التجربة هي اللي هتبين وإحنا يعني هذا الموضوع مع منوط لخدمة المواطنين وخدمة البلد وإحنا ما عندناش مشكلة أبدا إنه إحنا نبص على الأشياء ونرجحها مرة تانية وإحنا نبص على الهدف لأنشي من أجله يعني بشكرك جدا ويعني أنا نفسي حاجة أركن في الجاراج عشان أشوف مدى الجودة وبشكرك وأنا سعيدة جدا بهذا الجاراج بشكرك جدا دكتور جلال السعيد محافظ القاهرة آخر حاجة قبل ما نستقبل الشعر الكبير أدونيس الحقيقة أنه الإخوان دايما فيه على الفيسبوك والتويتر اللي هم بيجيدوا استخدامه بشكل جيد بيحب دايما بيقططعوا أجزاء من الكلام اللي إحنا بنقوله يقولك فلان بيحرد على القتل فلان بيقول مش عارفة يوكلام دا كله وفي هذا المكان نحن لم نحرد على قتل أي شخص نحن فقط طالبنا بتنفيذ القانون وتطبيق القانون وقلنا أن احنا مش عايزين نتحول لدولة غابة وأن القصاص الوحيد الذي نقبله هو قصاص القانون ولكن لا نقبل الدولة الميعة ولو في حد موظف بيشتغل في شركة بيفجر مثلا بيشتغل في كهرباء في شركة الكهرباء مثلا أو في وزارة التعليم أو في شيء وبيخرب وبيخرب العقول وبيخرب بوضع متفجرات أو ما إلى ذلك أنا رأي أن هو يتفصل مش يتنقل ويتفصل لمعتقداته الإرهابية وده حد السكين اللي كنت بتكلم عليه مع السيد وزير الأوقاف طبعا نشر بعدها أن الأميس بتتكلم عن حد السكين وبتقول أنها عايزة تقطع تقطع رقاب الناس بالسكين أنا لا أقول مثل هذا الكلام اقتطاع الأشياء من منطقها ومن صياقها ده الفن الشرير لجماعة الإخوان ولذلك أنا حزيئة الجزء اللي أنا قلناه يوم السبت الماضي وكنا في حوار مع السيد وزير الأوقاف اللي بعتقد أنه بطل من أبطال المواجهة بيفصل لما بيشوف حد مخرب لما بيشوف داعية مخرب لما بيشوف حد متطق بيفصله مش بينقلوا بقى زي باقي الوزارات اللي بيقولك إنقل واحد فيروح يخرب في مكان آخر هنا أنا بتكلم عن حد السكين لمعتقدات الإرهابية لا يمكن أن نقبل الإرهابيين وسطنا بيبثوا أفكارهم ويبثوا تخربهم داخل البيض هو ده اللي حصل في وزارة الكعربة هو ده اللي حصل في عديد من الوزارات اللي بيعرفوا الأصرار ويبتدوا وفجروا ويعملوا وهنا نحن نحمي أنفسنا ونحمي هذا المجتمع هزي عليكم هذا الجزء ثم أخرج فاصل وأستقبل الشاعر الكبير أدونيس ليتحدث عن العنف والحرية ليلة الكمع المرضية والعامل أحد عقدنا واحد عمليات دائمة لإطلاق أي منغات وكان جملة الآئمة الذين لم يصلوا صلاة الغرب كانوا إمامين اثنين وتم عقفهما عن العمل والآن ينظر قطاع الديني في مدى المخالفة التي قد دفت إلى الظع أنا بحيي هذه الجهود والحياة وهذا يعني هنا فكرة أن أنت مقاتل أن أنت بصراحة بتقتحم هذا ده عش دبابير وقرر وزير أوقاف من يوم من أول يوم عين فيه وزيرا أقسم اليمين اقتحم عش الدبابير بصراحة بشكرك دكتور محمد مختار جمع وزير أوقاف أتمنى أن نحن نحظى بحوار مع حضرتك يمكن يكون فيه وقت أطول لكن بشكرك الحقيقة على هذا المجهود مقاتل أنا ده اللي أفهمه ده اللي أفهمه الرجل لم يتوانى قال لك مفيش بقى مش هننقل ونوقع إحنا هنفصل خلا قطع رئب يا جماعة كل وزير عندك يقول لك بس شلناه من المكان بتاعه ووديناه مكان تاني شلناه من الإدارة دي ووديناه إدارة تانية أصلا هو مش عارفة فيه إيه في حالة كده من المياعة في الدولة مياعة مفيش هزار إما نحن أو هم مفيش هزار فأرجو إن الكلام يبقى واضح يبقى مفيش أصلا إحنا ببنشيلش الناس عشان معتقدتهم لا بنشيل الناس وبنرفضهم عشان معتقدتهم الإرهابية هو ده بنفصلهم عشان معتقدتهم للأسف معلش إحنا يعني ناس شريرين شوي هو ده معتقدتهم فيش حاجة اسمها كده إيه يا جماعة الدلع ده ما بينفعش الدلع ده نتيجته ده فمزيد من الدلع مزيد من الطبطبة نتيجته مزيد من العنف لازم يكون في حاسم دولة واضحة رؤيتها واضحة وبتشتغل معنا مش سايبانا نشتغل لوحدنا تشتغل معنا يزحوا معنا بس ياريت يزحوا تشتغل معنا تشتغل معنا